السلام عليكم ورحمة الله في هذه الدورة المصغرة سوف نتحدث عن حل لمشكلة الدفع التي يعاني منها الكثير والعديد من البائعين على النيت قبل أن أبدأ في شرح بعض الأدوات والحلول التي طورها فريق المطورين الخاص بكوت أرب يناسبوني أولا وباقتبال سريع أن أستحضر بعض المفاهيم المتداولة في مجال التجارة الإلكترونية هكذا سوف أتمكن من توضيح تم لمشكلة ولمشاكل الدفع المتعلقة بمواقع الوكوميرس وتجنب الإبعاد والإغلاق النهائي لخدمات معالجة الدفع بالبطاقات البنكية كالفيزا والمستر كارد مثلا لنبدأ بالمحور الأول التجارة الإلكترونية في مجال الدفع أونلاين يمكننا تصنيف التجارة الإلكترونية إلى نوعين النوع الأول لا يستلزم بوابة الدفع كالدفع عند الاستلام مثلا أما النوع الثاني وهذا ما يهمنا في هذه الطورة وهو التجارة الإلكترونية التي تستلزم بالضرورة توفر على بوابة الدفع مثل الدروشيبين، بيع المنتجات الرقمية، تقديم الخدمات، الدورة التكوينية، الاستشارات عن بعد وغيرها من الأنشطة التجارية التي تستوجب التوفر على بوابة الدفع لاستقبال الأموال بشكل آني في جميع أنحاء العالم المحور الثاني، بوابة الدفع، ما هي؟ هي عبارة عن خدمة إلكترونية تعمل كوسيط بين المتاجر الإلكترونية والعملاء لإتمام أعمليات الدفع عبر الأنترنت تتح هذه البوابة معالجة المعاملة المالية بأمان مثل الدفع عبر البطاقة الإيتمانية أو الخدمات المصرفية الإلكترونية ويمكنني كذلك تقسيم بوابة الدفع إلى نوعين، بوابة الدفع للمنتجات منخفضة الخطورة وبوابة الدفع عالية المخاطر إذن في المحور الثالث، ما هي بوابة الدفع عالية المخاطر؟ أو ما نسميه High Risk Payment G2E هي خدمة معالجة الدفع مخصصة خصيصاً للأعمال التجارية التي تصنف على أنها تات مستوى عالي من المخاطر المالية أو القانونية تستخدم هذه البوابة لتسهيل المعاملة الإلكترونية مثل الدفع بالبطاقة الإيتمان أو غيرها ولكنها تقدم ميزات إضافية لإدارة المخاطر وحماية المعاملات التجارية مثل بوابة Code Arab Payment يعتبر النشط التجاري عالي المخاطر بناء على عدة عوامل منها ارتفاع معدل استرداد المدفوعات أو ما يسمى بـ Chargebacks أو Refonds ثانياً التعامل مع معاملة دولية أو متعددة العمولات مثلاً اليورو، اليو اس دي وغيرها يعني من المعاملات التجارية بعملات متعددة ثم احتمالية التعرض للإحتيال أو غسل الأموال ثم رابعاً شركات الكازينوهات والألعاب على الإنترنت وأخيراً شركات الفوريكس والتدول بالعمولات الرقمية وكذلك الاشتراكات الشهرية مثل بيع الـ IPTV على سبيل المثل أو بيع منتجات دات حقوق ملكية مسجلة وغيرها من الإنشطات التجارية التي تصنف على أنها منتجات عالية المخاطر المحور الرابع لماذا حل كود أراب بي منت؟ كود أراب بي أو كود أراب بي منت عبارة عن حدمة دفع تعتمد على API الخاص بالبيبال لقبول مدفعات على مواقع الورد بريس لدمج بوابة الدفع الخاصة بكود أراب بي ستحتاج إلى موقع ورد بريس جاهز وحساب البيبال إن لم تتوفر على موقع ورد بريس جاهز فإن خدمة كود أراب ديف توفر تطوير وتصميم مواقع ومنصات إلكترونية احترافية تعتمد على نظام الورد بريس أما فيما يخص حساب البيبال فيمكنك إنشاء واحدة للموقع الرسمي في أقل من دقيقتين على ماذا تتميز خدمة كود أراب على باقي الخدمات الدفع مثل سترايب وغيرها خدمة أولا خدمة كود أراب بي مصممة لتدعم بيع المنتجات والخدمات الرقمية ومن بينها المنتجات العالية المخاطر على عكس خدمة السترايب ثانيا خدمة كود أراب بي تعتمد على أبي إيال بايبال أي أنك لا تحتاج تعقيدات في إنشاء حساب البيبال مثل شركة مسجلة أو المرجع الطاربي بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام حساب بايبال شخصي لاستقبال المدفوعات ثالثا كود أراب بي تتيح لك استقبال مدفوعات آنية أو الإنستانت باليوت بمجرد أن يقوم الزبون بالدفع ببطاقته البنكية تتوصل مباشرة بأموالك على حساب البيبال ثم بعد ذلك يمكنك تحويلها إلى حسابك البنكي عن طريق بطاقتك فيزا كاب رابعا تقوم إضافة كود أراب بي منت بإخفاء أسماء المنتجات التي تبيعها على وصل البيبال ويتم تعويضها برقم الطلبية كما أن رابط البيبال لا يظهر على حساب البيبال الخاص بك خامسا يتيح حل كود أربي للبائعين خيار إلغاء الدفع بالبيبال وتفعيل خيار استقبال المدفوعات عن طريق البطاقة البنكية فيزا ومستر كارد فقط على مواقعين هذه الخاصية تمكن من خفض نسبة النزاعات المرتبطة بالدفع عن طريق البيبال حيث أن فتح النزاع وربحه من طرف الزبون يكون سهلا أثناء الدفع بالبيبال على عكس الدفع عن طريق البطاقة المصرفية حيث يكون إجراءات أو تكون إجراءات فتح النزاعات عند المؤسسات البنكية أكثر تعقيدا مقارنة بضغطة زر واحدة عند الدفع بالبيبال هذا المشكل يعاني منه أكثر بائعي المنتجات الرقمية أو الخدمات حيث يكون تبرير شحن العنصر أو المنتج أكثر تعقيدا وصعوبة وفي بعض المرات يضطر البائع إلى استرجاع الأموال حتى ولو قام بشحن المنتج أو العنصر وكنتيجة يكون حسابه مهدد بالإغلاق كلما تم فتح نزاع جديد من طرف الزبناء وهنا دور قط أربي حيث تنخفض نسبة النزاعات إلى أكثر من 97% مقارنة بالحلول القلاسيكية المحور الخامس حل إعادة التوجيه يعتمد هذا الأخير على توجيه الزبناء من موقع عالي المخاطر E إلى موقع منخفض المخاطر B لتأكيد الدفع حتى لا تصنف المعاملة على أنها عالية المخاطر وبالتالي الحفاظ على خدمة بوابة الدفع وتفادي الإغلاق أو التقييد الدائم للخدمة مع ذلك تقنية إعادة التوجيهة الكلاسيكية تؤدي إلى فقدان العديد من الطلبيات حيث أن الزبون يضطر في غالب الأوقات إلى ترك الموقع الأصلي حتى يتمكن من تأكيد الدفع في موقع أو اسم نطاق دومينيم آخر مختلف تماما عن الموقع الأصلي للمنتج وهذه المشكلة ومشاكل أخرى تم معالجتها من طرف حل قط أربي رودريك لإعادة التوجيه والآن سنتعرف على آخر محور وهو النقطة السادسة والأخيرة في هذه الدورة الملخصة وهذه النقطة تتعلق بالضبط بكيفية اشتغال كود أربي رودريك لدينا موقعين الموقع الأول هو عالي المخاطر لنعتبر مثلا أن أورات.com هو موقع عالي المخاطر يبيع منتجات هاي ريسك هذا الموقع الثاني sfchoose.store هو موقع منخفض الخطورة يعني أنه يبيع منتجات عادية في هذا الموقع أورات.com الذي سوف نعتبره مثلا موقع ذات خطورة عالية إذا قمنا مثلا بتأكيد دولة عندما يقوم الزبون بتأكيد الدفع على هذا الموقع فإنه من الاحتمال الكبير أن تقوم خدمة بوابة الدفع بإغلاق الحساب الخاص بك وبالتالي من الأفضل أن يقوم الزبون بتأكيد الدفع على الموقع الثاني منخفض الخطورة لكن هنا تكمن المشكلة حيث أن في الحلول الكلاسيكية يقوم الزبون بطرق الموقع الأصلي وهو الموقع المرتبط بمنتجات عالية الخطورة والانتقال إلى يعني ضم النيم جديد حيث سوف يقوم بأكيد الدفع لكن هذه المشكلة ومشاكل كثيرة أخرى متعددة تم القضاء عليها بفضل حل كود أرب رو دايريكشن لنتعرف أولا على كيفية اشتغال البلاغين يعني قبل أن أريكم كيفية اشتغال البلاغين فقط تذكروا هذه الأمور لنتعرف أولا على كيفية ظهور صفحة أتشي كوت لأن هذه الصفحة سوف نحتاجها فيما بعد مثلا لنذهب إلى شوب في الموقع منخفض الخطورة ثم مثلا نضغط على زر مثلا الدو كارت حتى فقط أريد فقط أن أريكم كيفية ظهور التشي كوت الخاصة تمام الخاصة بموقع منخفض الخطورة تذكروا هذا اللوغو جيدا وتذكروا صفحة التشي كوت الخاصة هذه تمام وهذه صفحة التشي كوت الخاصة بأرطتكم مثلا سوف أقوم بإضافة هذا المنتج إلى التشي كوت هذه صفحة التشي كوت الخاصة بأرطت يعني لا يوجد اللوغو يعني هذه خاصة بأرطت وهذه صفحة التشي كوت تذكروا هذا اللوغو جيدا تمام الآن سوف نتعرف على الاتمين مانيوي الخاص بكوت أراب بايرو دايريكشن هذه هي صفحة الخاصة بكوت أراب بايرو دايريكشن نقوم بإنابل يعني بالضغط على هذا الزر ثم هنا نضع الرابط الموقع المنخفض الخطورة يعني لا ورسك سوف أضع الرابط الخاص بSFChoose كموقع منخفض الخطورة تمام هنا سوف أختار متى يعني متى سوف يقوم الزبون بإعادة توجيه هل سيقوم بإعادة توجيه عند الضغط على زر Add to Cart أو By Now على زر Proceed to Checkout أو عندما يختار الوسيلة أدف على صفحة تشي كوت لنبدأ بالخيار الأول ثم أقوم بالضغط على سيف هذا الخيار يتيح لي أنه عندما يقوم الزبون بالضغط على زر Add to Cart يتم توجيهه إلى صفحة تشي كوت الخاصة بهذا الموقع لنقوم بالتجربة الآن هذا مثلا منتوج على موقع عالي الخطورة عندما أضغط على Add to Cart سوف يتم توجيه مباشرة إلى صفحة تشي كوت للموقع الثاني وهو موقع منخفض التكلفة عندي هنا منتج اسمه Test Product بمبلغ 120 دولار سوف أضغط على Add to Cart تمام الآن أنا على صفحة الموقع الخاص بSFChoose.com عندما أقوم بفتح هذه الصفحة فإنه سوف يقوم بتوجيه إلى SFChoose.com أنتم يمكنكم التحكم في صفحة تشي كوت يمكنكم مثلا إزالة هذا الموانوي وغيره يعني يمكنكم تخصيص الصفحة حسب دوقكم وحسب احتياجتكم الخاصة هذه هي الصفحة الخاصة بتشي كوت بالموقع منخفض الخطورة على SFChoose.store سوف أقوم مثلا بوضع Order سوف أختار الوسيلة المتوفرة هنا سوف أضغط على Plus Order تمام تم وضع Order بنجاح سوف أتفقد Order في يعني ال Dashboard الخاص بالوكوميرس في كلا الموقعين سواء على Orad.com أو على SFChoose.store الآن نحن على ال Dashboard الخاص بالموقع SFChoose.store هنا الطلبية الواردة هذه هي الطلبية التي قمت بوضعها هذه معطيات الطلبية ثم سوف نذهب إلى موقع High Risk الثاني وهو موقع Orad.com هنا الطلبية الواردة سوف أضغط عليها هنا أجد نفس الطلبية تمام بنفس المعطيات حتى عندما أقوم يعني بتغيير وضع الطلبية يتم تغييره أوتوماتيكم على Orad.com هنا مثلا Processing سوف أختار On Hold سوف يتم تغيير مباشرة يعني Statue الخاص بالOrder في الموقع العالي الخطورة تمام هذا هو الخيار الأول ثم لدينا الخيار الثاني هذا الخيار رائع جدا إذا كنت تتبع منتجات مختلفة وكثيرة أو عديدة سوف تختار Win Click In Proceed To To Cart سوف أضغط على Save لنقوم بالتجربة الآن سوف أذهب إلى صفحة الشرب الخاصة مثلا ب Orad ثم أقوم بإضافة هذه الطلبية ثم هذه ثم ثم سوف أذهب إلى View Card لدينا يعني من تجاين أو ثلاثة يعني يعني الزبن هو من يتحكم في الكيمية والعدد أو النوع هنا عندي يعني المبلغ الإجمالي 440 يعني دولارا فقط عندما أضغط بروسيد تيكاوت سوف أقوم بتوجيه إلى صفحة تيكاوت الخاصة ب sfchoose.com كما تلاحظون يعني بنفس المبلغ ويمكن وضع الأرض كما فعلت سابقا هنا سوف يتم توجيه فقط الزبون عندما يضغط أو عندما يختار الوسيلة الدفع على صفحة تيكاوت الخاصة بموقع Orad.com أو أي موقع High Risk سوف أقوم بالتجربة الآن سوف أذهب إلى نفس صفحة الشوبينغ الخاصة بأوراد ثم أقوم بإضافة هذه المنتجات إلى السلة ثم أقوم بملء المغطيات الخاصة بكذابون فقط عند الضغط على هذا الزر يعني الذي سميته هو يعني Credit and debit card يمكنكم يعني تغيير الاسم أو description هنا في لوحة التحكمة الخاصة بكط قد أربي redirection ثم عندما أضغط على plus order يتم متوجيه بنفس يعني الضغطة الخاصة بالزبون إلى صفحة check out sfchoose.store نعم ها هي صفحة بنفس يعني المغطيات الزبون الاسم يعني لن يحتج إلى يعني القيام بإدخال المغطيات من جديد فيتم توجيهه مباشرة من نفس المغطيات فقط يؤكد الدفع بالبطاقة البنكية الخاصة بسبب أن على بوابة code arab pay أو يعني أي بوابة أخرى لتفادي الإغلاق والإبعاد من طرف خدمات بوابة الدفع إذا كان لديكم أي استفسار معلومة يمكنكم ترك تعليق أو التواصل معنا على موقعنا الرسمي code arab.com والتعرف كذلك على الخدمات التي نقدمها سواء التطبيقات الورد بريس الخاصة بنا أو يعني خدمات إنشاء مواقع إلكترونية أو خدمات إنشاء إمايلات احترافية أو يعني دمج بوابة الدفع الخاصة بالكريبتو وكذلك خدمات الخاصة بالدفع التي نقدمها خصوصا code arab.com نشكركم على متعبدة هذه الدورة الملخصة والمصغرة حول حلوم ومشاكل الدفع الخاصة بمواقع الوكوميرس وإلى هنا نستودعكم الله وإلى دورة قادمة إن شاء الله موسيقى